كما أشرف فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد للشيخ الغزوان اليوم في مدينة روسو على تدشين مشروع تأمين وتحسين منظومة الماء الصالح للشرب يصل تمويل هذا المشروع الذي من شأنه مضعفة الانتاج في المدينة ليصبح 10 ألاف متر مكعب بمبلغ إجمالي قدره 71 مليون أقيا جديدة بتمويل الميزانية الدولة وهو ما سيضع بإذن الله حدا لمشكل نقص المياه في المدينة لمدة سنوات لاحقة ويتضمن المشروع اقتناء وتركيب وحدة مندمجة تتكون من محطة معالجة بساعة انتاجية قدرها 5000 متر مكعب في اليوم إضافة إلى تركيب خزان أرضي فلذي بساعة 200 متر مكعب وتركيب خزان علوي فلذي بساعة 100 متر مكعب ومحطة تحويل كهربائية شكرا للمشاهدة